موسيقى في مجتمعنا نساء الطموحات بدأنا مشوارهن بعالم المال والأعمال بمشاريع صغيرة متواضعة لتطور ولتصبح مشاريع رائدة وتستوعب عشرات النساء ضمن طاقمها عن تشجيع المبادرات النسائية وإقامة مصالح صغيرة نص تضيف عبير أبو حمدي مديرة مركز معاف في يركا والبلدات الدرزية أهلاً فيك أهلاً فيك معايد أهلاً في المشاهدين الكرام وجمع مبركة للكل لش بتشوفوا أنه في أهمية لتشجيع النساء لإقامة مصالح تجارية شخصية أنه تكون مبادرة؟ طبعاً أنا بحب أحكي عن أحد أهدافي كمديرة مركز معاف كانت لسنة 2023 هي تشجيع مبادرات النسائية حطيتها أنا قدام عيني لأنه مهم كثير يكون عند النساء خفش كلكلي ويكون عندهم مصلحة لأنه فيه طبعاً مش الكل البغضر يطلع يشتغل تمكن اقتصادي نعم أكثر واستقلالية اقتصادية استقلالية اقتصادية طبعاً اليوم إحنا فيه كثير نساء اللي فيش عندها مجال أنها تشتغل برا أو أنها تطلع برية البلد أو أنه فيش عندها ما نقبلتش لشغل معين وهو يحب يكون عندها هاي الحرية عشانك أنا بشجع إقامة المصالح الصغيرة وخصوصاً للنساء في مجتمعنا إحنا نعم لما نحكي عن مصالح صغيرة تديرها نساء يعني عن أي مصالح نحكي اليوم في كثير في كثير مصالح في كثير مجالات اليوم اللي هين فتحت أمام النساء كل 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 علام الكوسماتيكا اليوم كل علام التجميل اليوم في موجود كمان إموني الإشي صار في كثير اليوم عندنا في المجال صار في كثير عنا كمان بتكفي نعم مقاهي في كل البلد طبعاً في كثير مصالح نعم عبير في مصالح صغيرة بتديرها نساء اللي صار عليها طلب مثل الأكل الجاهز أو تجهيز الأكل خاصة لأمهات العاملات يعني عم نشوف اليوم ربات منزل اللي عملوا مصلحة في بيتهن وبيعملوا توصيلات بيعملوا هيك بس غيرها كيف ممكن أنه يصير يعني هون مبادرات أو أفكار أول مجال والتطوير هذا المجال عن طريقكم يعني أي أفكار ممكن تعطوها خارج الصندوق طلع اليوم في زي ما أنت حكيت في كثير نساء اللي عم بيشتغلوا في البيت وعم بيحضروا أكل أنا أنا شخصيا بدعيهم كل الوقت أن يأخذوا استشارة مهنية على أساس أنه ممكن أنه هن في البيت يكونوا عم بعملوا أكل ويحضروا ويبيعوا بس مش عم بيسعروا صح نعم مش بس هيك المجال نفسه عم بتكرر في البلد نفسها يعني ممكن أنه حدا بيشوف عند شيسة ماشي ممكن أعمل مثلها بس لا يعني ممكن أنه يكون في أفكار جديدة مبادرات جديدة حتى مصالح اللي بتبدأ من البيت أكيد أكيد في كثير أفكار وفي كثير هنا هنا كمان في عيننا بعض مراكز غير معوف إحنا منعطي استشارة اليوم لإدارة المصلحة نفسها كيف أنه أنا أبادر في المصلحة كيف أنه أنا أسوق المصلحة بس من ناحية أخشرة مكتسوعية إحنا كمعوفي منعطيش بس ممكن في شركاء إلنا في كمان مثل ريان اللي ممكن عن طريق ريان يأخذوا أخشرة مكتسوعية وإحنا دعم مهني دعم مهني وإحنا كمعوف نعطيهن نعطيهن مشروع اللي اسمه نبادر لإقامة مصلحة ومن نرفقهم من شلاب الفكرة من شلاب الفكرة لحتى إقامة المصلحة في عنا مشروع اسمه نبادر لإقامة مصلحة وطبعا فيه اليوم نساء اللي هي بتغير مجالها كمان أنت زي ما قلت فيه نساء في البيت في الأكل لأنه لقت استريحة بس فيه نساء بعد ما تجي لعنا وتمرق هذا المشروع نبادر لإقامة مصلحة بتلاقي حالة في محل ثاني سؤالي هو هايك يعني اليوم هل ممكن المرأة تفكر في دخول مجال الهايتك ممكن تدخل كمديرة أعمال وكل موضوع إدارة الأعمال في شركات كبيرة ممكن تشوف حالها يعني مش بس العمل من البيت مع أنه في اليوم كثير شغل من البيت اللي هو كمان بيطلب منها إنها تكون قبال حاسوب وإلها علاقات وتبني علاقات عامة فهذا السؤال هل المرأة عم بتفكر في هذا التطور في هاي المجالات اللي احنا ما تعودنا نسمعها أكيد أنا كي شفت اللي كي أنا شفت وكيف أنا قصة عن برافق فيه ازدهار كبير من ناحية النساء فيه نساء كثير اليوم اللي عندنا اللي كانت زمان ما ترحش مجال الهايتك واليوم هي في مجال الهايتك طبعا إحنا كمان في معوفي عندنا كمان نبادر لإقامة مصلحة في مجال الهايتك في مجال الهايتك اللي إجيت واحد اللي عندي بدها تفتح مصلحة اللي هي عادية بعدية بعدية جلسة معي جلسة استشارة اللي هي مهنية أنا خضرت أقنعها إنه لأ تروحها مجال الهايتك لما هي عندها فكرة الممكن هاني بل نحولها لفكرة هاي تك مش بس إنه ممكن ممكن نروح للشركات منيح نروح للشركات الهايتك بس كمان ممكن إحنا نطور من عندنا فكرة ونحولها لمشروع ناجح فيه كمان في مجال الهايتك وطبعاً لها سؤالك فيه أنا شايفي فيه ازدهار عندنا في الوسط كبير وتنوع أي امرأة بتفكر هيك تبدأ وتفتح مصلحة صغيرة لتضيف عليها وعلى لعائلتها دخل شو هي الخطوات اللي لازم تعملها إذا عندها الفكرة موجودة عندها الفكرة ما عندها الفكرة أنتو بتساعدوها وهل في تمويل لهذا المشروع أكيد أول إشي إحنا زي ما حكيتك إحنا في عنا مشروع اسمه نوبادر لأقمة مصلحة اللي منرافق كل إمرأة أو رجل اللي هون مش بس النساء مش بس النساء نعم إحنا لهم مركزة عن النساء ولكن كمان للرجال أما إحنا كمعوف منرافق الجميع منرافق كل حدا اللي عنده فكرة وحابب يحلم وحابب يحققه مبلش الإشي من جلسة استشارية اللي هي مجانية في معوف طبعا إحنا منحب أنا إحنا كمعوف منعطيش أفكار لمصالح ليه هاتي قولك ممكن ما تنجحش المصلحة معه قدام أز إحنا منفضل إنه هو يجي مع مصلحة بس عن طريقتنا بقدر يدرس هاي يدرس هاي الفكرة ويطورها ويحققها عن طريق برنامج نبادر لأقمة مصلحة اللي هو عنا قسا في الوسط بأخذ دورة اللي هي بس إدميرت سنوت من قولها مش أكثر بدفع وعنها عن طريق هاي بخدر يبني إله خطة عمل بنا إله خطة عمل في عن طريق الدورة تعلم كل إشي شي يعني شي يعني بنوكي شي يعني أشراي شو كداي شي يعني قروض كل الإشي شي يعني بتوعي شي يعني تأمين وطني تأمين وطني إدارة وتسويق إحنا منعلم إدارة وتسويق كيف ممكن أنا اليوم أزيد المبيعات عندي في المصلحة بيطلع في الآخر مع خطة عمل اللي هو بناء إله بحاجة تمويل طبعا إحنا كمان منرافقه لتمويل إحنا كما عوفي لو مش منعطي القرض مننا إحنا منبلي خطة عمل لإنه يخد القرض نشطل معدة صناديق وواحد منها ضمانة الدولة كمان صندوق ضمانة الدولة ما نشطل معه ممكن كمان نرفقه في أنه يخد التمويل أو تأخذ التمويل وتفتح المصلحة اللي إلها وطبعا فيه كمان استشارة مهنية اللي هي شخصية بنعطيها يعني عنا برنامج أنا هون بحب إيماد أضع كل حدا اللي عنده فكرة أو حلم وحابب يحققه إنه فيه معوف في معوف في كل فعنا في إسرائيل 45 فرع اللي من هون في الشمال فيه عشر فروع ممكن يتوجه لهم يعني يعني حابب اليوم الثلاثاء القادم أنتم بنظمين مؤتمر خاص بعنوان نحو الحرية اقتصادية نسائية حكي لنا عن هذا المؤتمر والجهات المنظمة لهذا المؤتمر طبعا المؤتمر هو إجا مبادرة زي ما أنا حكيت في الأول أول إشي بحب برجع إنه أنا كانت أحد أهدافي إنه أشجع المبادرات النسائية في سنة ٢٠٢٣ وطبعا خططنا لمؤتمر أنا وفي كمان المحامي محمود شنان هو مدير عام للمركز التراث الدرزي في إسرائيل المركز التراث الدرزي هو موجود في ينوح وطبعا مجلس ينوح السيد مودي سعد قررنا نعمل مؤتمر اللي هو مش بس لا ينوح لكل المنطقة يحلل كل المنطقة لتشجيع المبادرات النسائية طبعا يعني كل الجهات اشتغلنا على إنه نظم يوم اللي هو يوم دراسي اللي رايح يكون فيه محاضرة اللي هي بتقدمها محاضرة دنيا مخلوف كمان أنا رايح أعرف كل إشي كل مساعدات اللي بنخدر إحنا كمعوف نقدم دنياها عساس إنه ينطلقوا في مشروعهم وكمان رايح يكون عنا بانل سيدات أعمالي من الوسط اللي عنا اللي هون يفتحوا مصالح وبلشوا الإشي من السفر وطبعا اللي أخذوا استشارة واللي كان عندهم مشوار كبير في مصلحتهم ومصلحتهم نشحت كثير رايح يكون عنا بانل النسية دات أعمال وريحين استضيف عنا كمان في هذا عنا لضيفة الشرف رايح تكون ميسا الشيخ هي كمان من الدالة اللي هي كمان أقامت مشروع اللي هو مشروع اللي بيساعد كل النساء الدرزيات نعم هي عندها أكثر لوتوس بفكر أنا شركة لوتوس شركة لوتوس وهي نعم شخصية متدينة امرأة متدينة وتدعم وتشجع النساء المتدينة وكمان كان معنا شريك اللي كل الوقت أنا بحب أذكرها نادية حمدان نعمات مركز الجليل اللي هي كل الوقت بتحب كمان تشد على أيدان النساء وهي كمان شركة معنا في هذا النوم نعم عبير دورات خاصة ورشات عمل غير اللي حكيتي عنها تقدمها معوف لنساء تحديدا في مجال الأعمال في مجال إدارة الأعمال ومصالح تجارية غير اللي حكيتي لنا عليه عن طبعا المرحلة هاي الجديدة تبعتكم في هذا المشروع غيره ايش بتقدمه طبعا إحنا في عنا دورات لإدارة الأعمال دورة كيف ندير عمال تشغيل تشغيل العمال إدارة المصلحة من ناحية العمال كيف ندير العمال كيف إذا بدنا اليوم بدي عادة يجي لعنا عامل على المصلحة أقول لذلك كيف نكلوتوتو نعم مقابلة شخصية وكل هاي في كمان عنا دورات في مجال التسويق طبعا اليوم أنا بقول إنه مهم نعرف إدارة المصلحة بس مهم كمان نعرف كيف نسويقها في عنا دور التسويق ديجيتالي اللي كتير كتير مهم وكمان إذا بدنا استرادوا تصدير عنا عنا كتير دورات اللي هي موجودة عنا في موقع معوف اللي ممكن يتعرفوا ياخدوا منها أفكار هنا كمان في عنا إحنا إذا حكينا عن نساء أو حكينا بحب كمان نحكي في عنا إحنا نساء يتحدثنا بزنس في عنا مجموعة اللي إحنا كمعوف عملينا نساء يتحدثنا بزنس اللي كمان فيها باخدوا كثير محاضرات اللي هي مجانية بقدر ينضموا إلى كل سيدات الأعمال وعن طريق هاي نساء يتحدثنا بزنس ممكن كمان يسوقوا حالهم كمان مجاني في مجموعة نساء يتحدثنا بزنس موجودة هي في الفيسبوك اللي هي فيها محاضرات ودورات اللي هي مجانية مقدمة من المعوف عبير أبو حمدي كلمة أخيرة بتحبيهك تحكيها أول إشي شكرا لك معاد على إصدافتك في اللي لليوم وطبعا كثير كثير بحب أنا كل اهتمامك في المصالح وكل الوقت بتدعينا حبيتها شكرك وكمان شغلة أنا بدعو كل حدا اللي عنده فكرة لمصلحة ومش عارف كيف بدي بلش إحنا العنوان تعالوا لعندي عبير بو حمدي أمعوف وأصحاب المصالح اللي شايفين حالهم كمان مش خاضرين قد بمصلحتهم كمان معوفوا عنوانك وكل حدا وبضع كل النساء من الوسط نيجي على المؤتمر يأخذ كمان معلومات إضافية وإحنا بنحضر نساعدهم في هذا اليوم وشكرا لك كمان مرة معي أهلا وسهلا بالعكس بيهمني وبيشرفني وبيسعدني عبير أبو حمدي مديرة مركز معوف في ياركا والبلدات الدرزية شكرا لك على هذه المداخلة المصرية حلا فيك معي فاصل قصير وراجعين على الموعد ابقوا معنا اشتركوا في القناة